الله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله ثم أما بعد وإحنا بنقاتل اليهود وإحنا بنحارب اليهود وإحنا بنبذل دمنا في مواجهة اليهود لازم نعرف يا أمة محمد إننا بنحارب أكبر ناس على وجه الأرض من الأخبار اللي موتت الواحد على روحهم الدحك إن الجنود اليهود وهم داخلين الدبابات عشان يحاربوا بيأخذوا معاهم حفاظات البنبرز يا جماعة ليه بيأخذوا معاهم؟ لأنهم بيترعبوا أنهم يأخذوا حاجتهم برا الدبابة من المجاهدين بتوع مجاهد الأرض المقدفة فبيضطروا أنهم يستعملوا البنبرز داخل الدبابات جبناء جبناء أحد الأسرة المسلمين لما أصاروا حطف عربية مقيدين إيديه والإجليل اللي رقبته مع 11 جند يهودي بالرشاشات بيقول عطفت عطسة جمدة عطف غصب عنده بيقول 11 واحد نطف نفس واحد برا العربية ولأنهم قد بالناس فهم أكثر ناس ممكن يضربوا مدرسة ممكن يضربوا مستشفى ممكن يتبحوا طفل ممكن يبقروا بطول الحوامل لأنهم أكثر ناس يا جماعة إحنا السلسلة دي يتهدفها وشعرها جيش محمد سوف يعود جيش محمد راجع راجع يا أمة محمد جيش محمد راجع بس المهم ما إحنا نفقى جنود من جنود ولا رأى ربنا لما قالت سيدنا موسى وأنا اخترتك كان سيدنا موسى سيدنا موسى كان يستاهل إن ربنا يختاره بفضل الله سبحانه وتعالى إنت عشان ربنا يختارك في جيش محمد تدفع إيه عشان ربنا يختارك في جيش محمد تدفع إيه جيش محمد الأولان يا جماعة أنا ليلة جاي أكلمكم عن جيش محمد الحقيق الأولاني اللي رسول الله يصنعه 23 سنة يترك انصفاته إيه لقيت صفاته موجودة في القرآن في آخر آية في صورة الفتح بعد ما ربنا أربع صفحات فتوحات فتوحات مبينة وبشريات بفتح العالم كله آخر آية ربنا جاء بسبب إنه فتح على الناس ده على الجيش ده وب الفتوحات ده عارفين يا جماعة ربنا أنا قبل ما أقولوكم الآية ده دي صفات جيش محمد لازم كل واحد بيننا النهاردة يقدم لربنا طلب عملي للانضمام لهذا الجيش طلب عملي نكتبقى من صفات اللي هيحرره في الصين دي يا جماعة لنتكلم عنها صفات اللي حرره مكة قبل كده ودي صفات اللي هيحرره في الصين النهاردة دي صفات فرسان البيت الحرام ودي هتبقى صفات فرسان الأقصى بإذن الله دي صفات فرسان ثان القبلتين الكعبة ودي هتبقى صفات فرسان أولى القبلتين اللي هيحرره الأقصى على قد يحظك وحظك من الصفات اللي هيقولها الليلة على قد ما ربنا هيفتح على إيديك الدعوة وعلى قد ما ربنا هيفتح لك القلوب لكلامك وعلى قد ما ربنا هيفتح على قلبك بالإيمان وعلى قدم ربنا هيفتح عليك بالاستفاء والاختيار في الدين يا أمه محمد ركيزه معايا أنا أتكلم الوقت عن صفات جيش محمد صفات جنود محمد الحقيقيين اللي من 1400 سنة حرروا مكة عشان احنا عايزين ناخد الصفات دي وننضم للجيش ونبقى احنا المحرارين فلسطين اسمع معايا آخر آية في صورة الفتح في صورة الفتحات المتولية اللي في آخر آية ربنا قال بعد 20 سنة أنا فتحت عليكم كل ده عشان انت حققت الصفات دي محمد رسول الله واحد والذين معه دي أول صفة معه معك يا رسول الله معك يا رسول الله في كل أزمة معك يا دين ربنا مع الإسلام في كل أزمة لا يمكن تشوف أزمة للإسلام ما تشوفوش فيها لا يمكن تشوف موقف الإسلام احتاج مصرطه ما يقفش فيه والذين معه دي مش كلمة أنا مع الدين كل ما هتشوف مشكلة للدين هتشوفني وكل ما هتشوفني هتشوف الدين أنا عايزة سألك انت فين انت فين نحن لم ننشفتك في الخافة مع الى اجتزائ 500업 يضع وفوقهم ولا نراك مع الواقف على المعابر وينמשان قواعد هنا Giulia ولا ننشفتك مع الى انت وادوها لفلسطين ولا نراك مع الواقف ولا ننشفف في الترتال الاخر يا رب انصر اخوان butcher انتين مشاشبك تش ampli مت bird تتفرج علي انتين Не تشفن انوا اما انتم فين والذين معه انت هينطبخ عليكم والذين معه لو ربنا نزل جندي من السماء الوقتي وسألك انت من اللي معاه ولا لا انت من اللي مع دين محمد ولا لا والذين معه يا جماعة ابراها لما جي اخذوا الكعبة ربنا نزل طرق بابيل نسافته في حين ان في يوم من الايام القرامطة راح وهدوا الكعبة وخدوا الحجر الاسود ووقف الرئيس بتاحهم يقول اين الطير الابابيل ما تعملش في حاجة قالوا لان لما ابراها جي هد الكعبة ما كانش في حد مكلف انه يحن حرمات الله فربنا اللحماها انما لما قرمتها جمكوا ان احنا مستطيع مسلمين وموجودين احنا اللي مكلفين انت فين واحد ولا فين معه انت معدين امان مش شايفينك ليه محن نشايفينك ليه محن نشايفين ك kork telefonها الانقاذ لامة محمد ليه محن نشايفين كفرسان الاقصى وفرسان القدس وفرسان العلاقة وفرسان الامة كلها ليه انت فين اتنين اشداءوا على الكفار الكفار اللي ياما عملوا فينا الكفار اللي ياما في مسباحة دريتين لما تيجي تشوف مسباحة دريتين هاجة مفاجأة على القرية بتاع الدريتين وحصروها وفضل يبقى فيه تبادل اطلاق نار فيه راجل مسلم شاب مسلم فضل يتبادل اطلاق النار اتقتل امه زهراتت وسط المنبحة ابو مسك الرشاش وكملت اتل مراته مسكت الرشاش وكملت لغاية ما اتقتلت والثلاثة اتقتلهم بعدما الزخير انتهت من القرية دخل اليهود دخلوا عملوا ايه شارون كان بيقطع اعضاء الاطفال ويلمنها معاه ويتبه بيها قدام القوال اليهود تلاثين عريس وعروسة جابوهم وقتلوهم مع تلاثين واحد من الرشاشات تلاثين واحد من الشباب امرأة حامل قدام اخوها جابوها صلطوا الرشاش على رقابتها فرغوا في رقابتها وبعد كده شقوا بطنها طلعوا الجانين من بطنها ودبحوه قدام عنين اخوها مسباحة دريتين مسباحة رهيبة واحدة ام مفكة ابنها عنده ست سنين خدوا منها حاول اتقاهم شدته ضمطة لحضنها ام وقتلين ابنها بالرصاص قدامها لغاية مماتتها دي سيدة فضلت مجنونة فقدت عقلها بها في الموقف الامهات كانوا بيختصبوا النساء وبعد كده يجيبوا اطفالهم قدامهم بعد مختصبهم ويتباحوا الاطفال ويقتلوهم الشداء على الكفار الكفار الياما عملوا فينا الكفار الياما قتلوا فينا كل ده عشان اجبى الناس واقضر ناس قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تولوا عنه وانتم تسمعون سمع اللي بيحصل لاخوانك سامع امار انت فين سمع استغازاتهم سمع امار انت فين شايف اللي بيحصل على الششة زي ما اتصلنا بالمرأة الفلسطينية قالت انتم الشايفين اللي بيحصل لنا شايفين امار انت فين ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا تسمعين الصراخ والاستغاثات وشايفين الجرحة والقتل والمتبوحين انتو فين يا أمت محمد احنا بقنا فين يا جماعة احنا في غايفوب يا جماعة احنا لا في صفوف المجاهدين ولا في جنود الدعاء ولا في جنود اللي بيوثوقوا الناس ولا في جنود اللي بيجيبوا تمرعات ولا شفناك وتتبرع بدمك وبتجيبوا تيومك عشان تدهلوا امنا احنا فين أشداء على الكفار ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا شر الدواب عند الله الصم البقر ربنا قال الله هيشوف أحوال دينه أحوال دينه وما يقومش عشان هزي البهائم بل شر الدواب أشر من الدواب كمان أشر من البهائم كمان إن شر الدواب عند الله الصم البقر الذين لا يعخلون أشداء على الكفار انت شديد على الكفار فين الشد دليل احنا شدد في الهتفات شدد في التصريحات إنما الشد على الكفار فين الشد على الكفار يا جماعة عند دليل البيت الفلسطينية صغيرة كان عندها عشر سماء للسرح يومين وتبقى عندها عشرين سنة بدل ما تحتفل بعيد ملادها صحة الصبح يوم الجمعة الصبح عملت في انجان الشاي لأمها وقالت لها يا أمي أنا الليلة هيجي ناس يخطبوني خذ بالك منهم اهتم بيهم استقبلون كويس أمها مش فهم قصدها إيه قالت لها يا بنتي طب الناس ظلمين قالت لها هدول هتفرح بيهم قوي هدول هم اللي هيحقق أقولي حلم حياة النهاردة وخرجت عن دليل وكان آخر كلمات قالتها الأمها وسمعتها أمها منها هذه الكلمات آخر اللي لقدتها مع أخواتها ستة اللي منهم أخي عنده مرض مسمن وقعيد ما يقدرش يعمل حاجة زي ما كانت عن دليل شايلة بسؤلية أسرتها وبتشتغل بأديها عشان تجيب لهم والأخوها القعيد والأخوها المريض تجيب لهم رزقهم كان بالضبط شالت هم أمتها وقررت عن دليل ان هي تضحي شبابها عن دليل قررت ان هي تعمل عملية استشهدية من أجل دين الله سبحانه وتعالى عن دليل كان همها ان هي تتجوز ولا همها زوج يحبها وتحبه ولا خطيب يسعدها وتسعده ولا أولاد وبنات يملو عليها حياتها كانت كل شعارة في حياتها عوزاك انت يا رب عوزاك انت يا رب اللهم أخوذ من دم اليوم حتى ترضى وتخرج عن دليل ويكون نتيجة العملية الاستشهدية بتاعتها تسعين يهودي مقتول ومجروح وتقبل ربنا سبحانه وتعالى وجسمها كله ممقذة أنا متخيل يوم ما تقبل ربنا وجسمها إشلاء ربنا يقول لها أمتي عن دليل لما فعل فيك هذا فتقول فيك يا رب فيك يا رب أشداء على الكفار فين شدتنا فين الشدة العملية تلاتة رو حماء بينهم الموقف دا نازل في صلح الحضاربية لما بوغندل أسلم وأبو أيده في القيود وماشي يفك القيود بتاعته وجري جري على المسلمين وهم وقفين على أطراف مكة عايزين يدخلوا والمشركين منعنهم كما نفسه وسطهم قال لهم اتتركوني وردوا للمشركين يفتنوني في ديني انتوا فين ابو جندل سرخ وسطهم انتوا فين احنا بنتعزب في مكة احنا بنفتن في ديننا في مكة الصحابة كانوا يتجننوا الصحابة كانوا يفقدوا صاحبهم عمر بن الخطاب ويف يتكلم مع النبي بغضب عمر عمر الصديق ويف يتكلم مع النبي بغضب الصحابة بيقولوا لو استطعنا ان نرد على رسول الله امرا لا رضضناه مقدروش يستحملوا ليه اشوف اخويا كده واسكت ازاي ازاي ابو جندل يا جماعة الصحابة صمموا انهم يدخلوا ملكة يقتلوا والنبو هو اللي مناحهم يتقلوا عن ايه انتوا حسين عن ايه القتل تلك مكة ديه الارض المقدسة لسعة العرب مكة ديه لو جينا ندخل العرب كلها تشيل سيوفها ومئات ألوف العرب هل يوم الوقت وقفت قدامنا ومالوا ليه أخويا أخويا ما سيبوش يفعذب أخويا بس ده فرض واحد ده دول مش أربع تلاف قتل وجريح موسسهم قدامنا الاربع تلاف موسس الاربع تلاف قدامنا ده أخويا أخويا ما سيبوش يا جماعة ده مسلم واحد أصبر ابن عفان لما وشعه النقوط اللي لما دخل مكة يوميها الصحابة بيعوا الرسول على الموت تموتوا آر أبت الطير بس أخويا ما يتقتلش أخويا ده مسلم واحد أخويا رحماء بينهم رحماء بينهم ألست أخي امال انت فين انت مش أخويا امال انت فين اللي بيقول بأو عرضهم فين الرحمة اللي في قلبك اللي بيقول وانا مالي فين الرحمة اللي في قلبك اللي قاعدة كل همها دنيتها وشغلها فين الرحمة اللي في قلبك الشباب اللي مشغولين عن غزة وعن نصرتها فين الرحمة اللي في قلوبكم رحماء بينهم تلاتة رحماء بينهم أربعة تراهم ركعا سجادة تراهم ركعا سجادة كل ما تشوفهم ترون بيعبطう ربنا فين العد front эта جماعة أكتر صفات تنخذ قلبي في أنس بالآن تراهم ركعا سجادة انت المفروض كل ما شوفك ألاقيك يا إما صايم وإضرحك افطر يا إما عاد تذكر ربنا للنهار يا إما مسك القرآن وبتقرأ يا إما واقف ركعة النفل بتمكي يا إما بتتوضى يا إما رايح توصل حاجة لفقراء يا إما شغال في الدعوة تراهم ركعا سجادة كل ما تبص لهم تلاقي العبادة فين عبادتنا يا أمة محمد إحنا فين من المساجد والمحارب إحنا فين إحنا فين يا جماعة الصحابة كان كل واحد في بيته مسجد مسجد يعبد ربنا فيه المساجد العامة إحنا فين يا جماعة من العبادة تراهم ركعا سجادة خمسة يبتغون فضلا من الله واردوانا ربنا قال لنا هفتح لكم ألبهم أهو ألبهم أهو بصوا جوه أنا وصفت لكم الأول جوارحهم في العبادة للنهار أنا هفتح لكم ألبهم من جوه بصوا يبتغون هم عايزين إيه حدثهم إيه عايشين إيه عايشين لكل قضية حياتهم إيه يبتغون فضلا من الله واردوانا كل قضية حياتهم زي قضية عن دليل بس انت ترضى بس انت ترضى خد من دم الحد ما ترضى يا رب خد من حياة الحد ما ترضى يا رب خد من عمري الحد ما ترضى يا رب يبتغون فضلا من الله ورزوانا منظر البراء ابن مالك وهو واقف على باب الحزب وبيقول اللهم ارزقني الشهادة اليوم في سبيلك واجعل شهادتي فتحا على المسلمين يا ربي يا ربي اجعل شهادتي فتحا طب قول اجعلني فتحا على المسلمين وعيش لك يومين يا براء المسلمين يقوله هو ده اللي اتفتح بسببه مش عايز مش عايز حين من حد انا مش عايز غير منك انت يا رب انا عيني وقلبي ما بيرقبوش غير نظرك انت يا رب انا مش متوجه بعملي غير ليك انت يا رب انا مش عاوز غيرك يبتهون فضلا من الله وارضوان اخلاص تجرد مش التصرحات اللي كل واحد عايز اكل من جثة غزة ويعلى عليها شوية لا كل قضيتهم ربنا سبحانه وتعالى غمسة فيماهم في وجوههم من اثر السجود صورة الفكحة ذوك الفهمة قام السكينة ثلاث مرات هو الذي انزل السكينة انزل السكينة السكينة يا جماع اذا انت لم تسجد من الان ربنا بتبقى اقرب ما تكون الى الله بتقرب بالملك بتتصل به بتحس هو قادر ادي ايه مهي من ادي ايه وشك بيترسم عليه السكينة اللي في قلبك يا جماع دا لو في طيارة طيارة انطلقت او صاروخ بسرعة الضوء عشان توصل لطرف الكون المرئي محتاجة ستة وتلاتين مليار سنة ستة وتلاتين اسرائيل ايه ويهود ايه وبني اسرائيل ايه ملك الله يا جماع جنود ربنا والايمان بالملايكة دا ملك واحد من السماء بس صوته وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة ملك واحد بس فتح بقه جند واحد فتح بقه من السماء القوم كلهم ابيدوا اهلكوا يهود ايه يا جماع الي اخوين لما دخل في قلب ابراهيم وقف وش النمرو يقول له ان الله هيأتي بالشمس من المشرق فانت بيها من المغرب اليقين لما جيهت في قلب ام موسى رمت ابنها في البحر ثقف الله اليقين لما جيه في قلب ذكرية وقف شيخ كبير وامراته امرأة عجوز يقول يا رب ولد يا رب اليقين لو جيه في قلب الامة الدنيا تتكسر اليهود هيهرم اليهود هينتحرم عشان ما يتقفنوش على قدنا اليقين يا جماعة زي ما قب فيه ودوه من اثر السجود احنا أثر السجود عمل فينا ايه أثر السجودك عمل سجود promptly ولد من اثر السجود مهما الواقع ظلم مهما الأزمة جدت مهما الدنيا اجتمعت عليهم سكينة السكينة اللي في قلبهم جاي علي �هم اسجد يا أمة محمد اسجد يا أمة محمد لله عشان قلبك يتملى سكينة تاني وعشان نعف قدام الأزمات بسكينة تاني وعشان الواقع ما يهزناش ولا يززلنا تاني انت فين احنا فين يا جماعة والذين معه واحد اتنين اشدقوا على الكفار انت لو الوقت ملك نزل معانده ربنا وقاس الأية دي عليك وقاسها عليك هيبقى مستقفة ايه والذين معه انت بعدين انت موجود على طول في التمرعات وفي الدعوة وفي الإنقاذ وفي الإغاثة وفي الجهاد وفي نشر القضية انت فين وانت فين لو الملك نزل وقال انت أشده على الكفار ولا لأ انت شديد على الكفار انت حبيب قلب لا اليحود تضر منك ولا المنصرين تضر منك ولا الدعوة استفادت بيك ولا اي محارب لدين الله تضر منك تلاتة رحماء بينهم انت فين رحمتك فين رحمتك فين بترجمة العملية الرحمة نتجاه اخوانا اربعة يبتغون فضلا من الله تراهم ركعا سجادة انت على طول عبادتك فين عبادتك فين قعدتك على السجادة تصلي لله فين منظر القرآن في ايدك ليل نهار فين ذكر الله على لسانك فين عبادتنا يبتغون فضلا من الله وردوانا قلبك كده قلبك كل هم ورضا ربنا قلبك كل هم ورضا ربنا فيماهم في وجوهي من أثر السجود عبادتك عبادت ربنا وانت عارف مين ربنا فعبادتك أشمرت على وشك سكينة وفي حياتك سكينة يا جماعة يا جماعة احنا مليار ومتين مليون او مليار وربعمائة مليون الرسول عليه الصلاة والسلام قال لن يغلب جيش فيه اثنى عشرة الف من قلة اتنشر الف رسول الله اتنشر الف من كل مئة الف واحد من أمة محمد عايزين واحد من كل مئة الف نبقى اتنشر الف بس واحد بالصفات دي واحد الآية دي متحققة فيه واحد الآية دي هتنوصف بيها عايزين اثناشر الف جندي في جيش محمد بالمنظر ده ولن يغلبهم امريكا ولا اليهود ولا العالم كله انما التانيين انت فين ان الذين توفهم الملائكة الظالمين انفسهم قالوا فيما كنتم اللي انتوا كنتوا بتعملوا ده انتوا كنتوا فين انت كنت مع الرائجة وانت كنت مع الفلوس وانت كنت مع مراتك مع مطرح مع مراتك تحب توديك وانت مع مصالحك وانت مع الدنيا وانت مع الشهوات مين اللي كان مع ديني مين اللي كان مع عقدته مين اللي كان مع نصرة الاسلام فانالوقت يا جماعة وصلت للتوصيات التوصيات التوصيات انك تقرى صورة الفتح الليلة وتشوف الفتوحات اللي في الاربع طفحات الاولادين وتقرى اخر ايه وتشوف انت فيها تشوف ان مشترى صورة فتح عشان فلسطين تتطر يعني ده صورة فتح عشان احنا نبقى من جنود جيش محمد غزة تستغيث يا جماعة غازة تستغيث من يومين شفت رؤية رؤية شفتها من يومين وانا نايم قوم باق من ساعات يعني من يوم يوم ونص شفت رؤية ان انا كنت نايم وكانت في اصدق اوقات الرؤية قبل الظهر مباشرة شفت رؤية ان انا رايح بيت وراح بيتي لقيت واحد جاري عنده ميتم ووقف على باب البيت ووشه كل حزن انا طبعا حكيت بالخزي والعرق ايه ده ازاي جاري عنده ميتم طبعا انا كنت فيه وبتأكيد اللي مات ده زمانه راح مستشفى وكان عايز علاق وكان عايز نقل دمي وكان عايز وانا معرفش اي حاجة انا كنت فيه سبحان الملك حفت بالخز وبعد كيه قلت لا اروح عزيه لقيت في كراسي عزاق قدام البيت عدد قليل الاول اللي قاعد فيها المقصد من غير تفاصيل الرؤية لقيتوا بيبصيني بصة فيها زحل قوي بصة اريت فيها كلمة انت كنت فيه بصة اريت فيها كلمة انت جاي بعد ايه حسيت بعد مسحيتها جماعة ان الراجل ده رمز الغزة حتى اسمه بدون تفاصيل الرؤية جاي بالظبط مع غزة اسمه ده جاي رمز الغزة او الراجل ده رمز الغزة والمعزلين اللي قاعدين دول ان الامة معظمها اصلا حتى مش عايزة تعزي وانه زعلان ليه لاني ما جئتش غير بعد ما بقت معزة ما فوقناش غير بعد ما غزة بقت مقتلة ما فوقناش غير بعد ما بقت معزة انتوا فاكرين ان فرسان الاقصى والاسلام يستغيث والبرامج اللي الكثير من الضاب يعملها ان احنا كنا بننصر غزة احنا جماعة بنركم في الميتم احنا جايين بعد ما بقت ميتم جايين بعد ما بقت معزة غزة بقالها سنتين متحفر بقالها سنتين متأجوع بقالها سنتين بيقتلوهم أكل بطيء وبيعدموهم إعدام بطيء احنا كنا فين كنا فين لما خلو بيعدموا أخواننا إعدام بطيء لما بقت مقتلة أربعة تلاف وخمت سلاف قتل وجريح قمنا نسرخ قمنا نقول انقذوا ايه ماتت مات الناس اللي جاءوا لكن ان شاء الله الله قادر سبحانه وتعالى انه يحييها الله قادر انه سبحانه وتعالى يجعلها وعصب للإسلام في العالم كله حسيت ان الرؤية دي اعتاب لنا كلنا والله يا جماعة اندهتوا جايين بعد ما بقت معت لا احنا عايزين الوقت نجيب آخرنا مش عايزين نصفع مجرمين مجرم الحرب الحقيقيين مش اللي ولعوها اللي ولعوها واللي سكتوا عليها واللي تخزنوا فيها تشتمش حد متخزن وانتبعا ملتش حاجة الوقت يا جماعة النهاردة عارفت ان احدى الجهات اللي هي نقاط الأطباء العرب او نقاط الأطباء العرب عاملة مشروع للتبرع بالدم طبعا باعتبار المجال الطبي هناك اللي بيتجرحوا الالوف دي كلها عايزة دم هيجيبوا دم من ايه عايزين دم لو جرحت الوقت ربنا يعافينا جميعا هتلاقي دم في المستشفى انما ده هناك هيجيب دم من النا كله عايز دم عايزين ده عايزين كياف دم يلقل في الدم يا جماعة ده عايزين أدوية مسكينة عشان اللي بيتخيط له الجروح يحس انه حتى مش حاسس بجزء من القلم هو بيتخيط له مأساة كارثة انسانية عارف وقه المسلمين هناك للأسف الشديد يا جماعة الاتحاد الأطباء العرب يعني اعلنت عن رقم لهم من عدة ايام النهاردة بقول لكم الرقم ده عشان جهاز بالدم هو المد الثلاث ايام كان النهاردة اولهم تبرع بالدم يعني انا خدت منهم عدة ارقام لهم هقول لكم رقمين منهم ان شاء الله بإذن الله رقم قلت لكم قبل كده صفرة عشرة ربعمية واحد وعشرين واحد وعشرين ولكن الرقم ده بيقى مشغول في احيان كتير جدا صفرة عشرة ربعمية واحد وعشرين واحد وعشرين عايز صبر الرقم الثاني يعني نصبر شوية عما الخطوط يعني يعني توصل صفر مية صفر مية ستة وسبعين تمانية ستة وسبعين خمسة صفر مية ستة وسبعين تمانية ستة وسبعين خمسة ده خط وده خط نكتب ده ونكتب ده لو عايزين رقم ثالث يعني بس رقم ارضي بقى اللي عايز انتصل اتنين تسعة وسبعين واحد وستين تسعة وسبعين اتنين اتنين تسعة وسبعين واحد وستين تسعة وسبعين اتنين دية اتحاد الأطباء العرب تبرعات مجدية وجهات بالدم للتبرع يا إخواننا خدوا بالكم يا جماعة التبرع بالمال غير الجهات بالمال ده جباه تبرع بالمال إن أنا بطلع عشر جنيم من مليون جنيم عاية إنما الجهات بالمال ان انا بجهد نفسي في التبرق عايدين نقف مع اخواننا في غيزة عايدين نتضمن معاهم عايدين يا جماعة عايدين نبقى من جنود جيش محمد عايدين نبقى صفات فرسان البيت الحرام صفات اللي حراره مكة فينا عشان نحرق في الستين النهاردة عايدين ربنا يقول لكل واحد فينا انا اخترتك في جنود جيش محمد وانا اخترتك في جنود جيش محمد انا اخترتك في الجنود مين يا جماعة اللي هيبقى من فرسان الاقصى مين اللي هيحقق الصفات اللي ربنا يصطفيه بيها انه يبقى من فرسان الاخصى مين يا اخواني مين يا جماعة اللي هيحقق المعدد ايه مين اللي هيبقى هيحقق اخر آية موجودة في اخر آية موجودة في سورة في سورة الفتح احنا الوقت يا جماعة خلمتوكم عن رقم غزة اننا دلتكم الكود بتاع غزة عشان نكلم اخواننا في غزة الوقت احنا نتكلم مع حد من اخواننا في غزة فعلا على الهوى بإذن الله ككلام عملي وتنفيذ عملي قدامكم ان شاء الله لو في اتصال نكلم بإخواننا في غزة الكنترول السلام عليكم السلام عليكم يا اخي السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا عملينا في مصر يا اخي اهلا وسهلا اخونا في غزة اي والله احنا في غزة اخي احنا اوضعنا لا تصر اي حد هنا ربنا ينصركم يا رب الاحوال ايه عندكم بك ياريت تعالي صوتك بس حاضر يا اخي الاحوال هنا والله ما تصر احد هنا احوال صحية احوال مادية اي حاجة غير ما فيش اي حاجة عننا هنا الاحوال يعني بمختصر لا تصرح للمعيشة هنا الاحوال الصحية بالذات يعني خلينا اقول فيش اقل مقومات في الغداء هنا في غزة لا حاول على اخوات هلا بالله لا حاول على اخوات هلا بالله طيب يا اخواني طب اخبار المعارك مع اليهود ايه والله يا اخي برضو المعارك استشرفتوا عننا في غزة يعني ما فيش حارة الا فيها حاجة مدمرة الطيران الاسرائيلي ما بيسكتش عن الهواء عندنا في غزة يعني خلينا اقول الهواء في غزة يعني بتجرب عليه كل طائرات يعني اي شيء يخطف بالك طب واخبار الحرب مع الدبابات ايه؟ الله يا اخي يعني وصلوا لمنتصف غزة وصلوا لمنتصف غزة احنا يعني ما نعرفش اخبار يعني فيش كهرباء لها خلينا بل ست ايام لا حاول علىك وطأ لا حاول علىك ربنا ينصركم يا رب ربنا ايدكم يا رب احنا نبعلكم في مصر كلنا 85 مليون مصري كلنا نفسنا والله العظيم يفتحوا غزة واحنا نجي لكم وننصركم ولكن حسبنا الله ونعمل وكيف ربنا ينصفكم إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يا أخي جزاك الله خيرا يعني كود غزة يا جماعة كود غزة كان 009 70599 وبعد كده أي ست أرقام أي ست أرقام 00970 599 وبعد كده أي ست أرقام اللهم ننصر إخواننا المجاهدين في غزة اللهم ننصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أيدهم اللهم أحفظهم اللهم سدد رميهم اللهم انفقم من اليهود اللهم اشف صدور قوم مؤمنين اللهم أسمعنا عن إخواننا خيرا اللهم إنهم جوعانين فأطعمهم اللهم إنهم وراء فكسهم اللهم احملهم اللهم ننصرهم يا رب اللهم ننصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خدل الإسلام والمسلمين اللهم ننصر من نصر إخواننا في غزة واخذوا من خطلهم يا رب العالمين اللهم اذن لدينك أن يسود واذن لشرائك أن ينتصر واذن لكتابك أن يحكم برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك واجزاكم الله خير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة